اشتركوا في القناة هجار عام يلعبوا بموضوع المعلومات الاساسية للجهاز مثلا يعني ذاكرت الجهاز اه 32 جيجا فبيلعبوا لعبة وسيطة فبتظهر انه للمستخدم على انها هي 64 جيجا ولكن هي بالحقيقة هي 32 مع اول اعادة تطبط مصنع للجهاز بترجع لي 32 جيجا هاي احد الحيال فهاي المشكلات كتير اشخاص بواجهها فاليوم رح نشرح عن تطبيق بساعدني لمعرفة التفاصيل الخاصة بالجهاز المعلومات الدقيقة المعلومات الصحيحة الخاصة بالجهازة مهما كان نوع جهازك فانت قادر على انك تطبقها الطريقة كل ما عليك الان هو متابة شرح الى النهاية السلام عليكم مرحبا فيكم من جديد ورجان الاكمال الشرح مثل ما كنا نحكي عن افضل تطبيق بساعدني لمعرفة جميع التفاصيل والمعلومات الدقيقة والصحيحة الخاصة بالجهازة الاندرويد نعم جهازك مهما كان نوعه سامسونج شاومي ريدمي بوكو او حتى هواوي فانت قادر انك تطبقها الطريقة عليه طبعا الطريقة سهلة وبسيطة ولكن قبل ما اكمل لك اشترحت مننا منك تضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر اللايك وزر الجرس هذا الشيء كتير بحفزنا وبساعدنا انه نستمر معكم الآن يا جماعة احنا راح نشتغل على تطبيق كالعادرة بالتحميل التطبيق في الوصف فيك تنزيل وتحمل التطبيق بعد ما تحمل التطبيق راح ندخل الان الى التطبيق طبعا التطبيق ما بيطلب منك اي معلومات او اي بريد الكتروني او تسجيل او اي آلية فبيتطلب منك ممكن بعض الاظونات فهذا هو التطبيق التطبيق بسيط جدا يعني بيحاول قدر مستطاع التطبيق انه يبسط لك المعلومات الخاصة بجهازك بداية هون اعطيك الاندرويد عندك واسم جهازك بالاضافة الى اصدار الاندرويد الخاص بجهازك ويعطيك هون مثلا حالة البطارية هون عم يعطيك المستوى شحن البطارية بالاضافة للحالة الصحية للبطارية وايضا قدرة البطارية الكاملة تقدرها البطارية تستحمل وساعد البطارية بشكل عام وقدر اشتحرارة البطارية بالاضافة لمعلومات شاملة ايضا عن البطارية كل ما تحتاج معرفته عن بالطريق جهازك بالاضافة انه هون عندنا الشاشة فهون بشكل عام اعطيك ايقونة اه قياس الشاشة بشكل عام شو قياسة شاشة جهازك والاضافة لدقة الشاشة بشكل كامل شو استطاعة الشاشة والدقة اللي بتقدير تشغلها الشاشة اه جهازك والاضافة للمعلومات كاملة وشو تحتاج معلومات عن شاشتك رح تلاقي موجود هون شاشة الجهاز بالاضافة انه هون عندك موضوع الرام فبيعطيك الرام جهازك بالاضافة الى اه قدرة الرام وشو اه في مشاكل اذا كان في مشاكل او لا في رام جهازك. هنا بيعطيك ايضا المعالج وقدرة المعالج وشو انت الاستخدام عم تستخدمه للمعالج وشقد عم تاخد من قدرة المعالج. بالاضافة انه هون بشرح لك عن الزاكرة الافساسية للهاتف. فهون عاطيني انه زاكرة جهاز مئة وثمانا وعشرين جيجا. بالاضافة فيك تدخل بيعطيك شرح كامل عن ذاكرة جهازك وشو اه المكان الفارغ في الذاكرة قدرة الذاكرة على اه تحميل الملفات والذاكرة الممتلئة ام لا. بالاضافة انه هون بشرح لك عن الواي فاي عندك سرعة الواي فاي اه رفع وتنزيل بالاضافة فيك تدخل عليها وتشوف ايضا تفاصيل كاملة للواي فاي عندك. هون عندك بوصلة وهون عندك ايضا ايقونة بتساعدك لموضوع الفيروسات او الملفات الخاطرة. هذا هو التطبيق بشكل عام فيك تتنزل التطبيق. تطبيق مفيد جدا لا اي شخص اه بيفيده بموضوع جهازه فهو بيعرف كل شي عن جهازه في حال وجهته اي مشكلة فبتظهر ايضا عنده عن طريقات التطبيق. هاي هي الطريقة يا جماعة ما نتستفيدوا منها ودمتم سالمين.